اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد رشحنا في قائمة التكتل خدمة لقضايا الوطن عامة ودفاعا عن قضايا جندوبة بصفة خص يجب التأكيد ان جهة جندوبة جهة مناضلة قاومت الاستعمار زمن الاستعمار ودفعت شهداء جهة خلال الستين سنة المنقذية ناضل ابناؤها ضد الاستبداد والظلم ودافعوا عن الحرية والكرامة وحقوق الانسان جهة ساهمت في تحقيق الثورة ثورة 14 في المجيدة ودفعت شهداء من اجل ذلك يجب التأكيد ايضا ان جهة جندوبة تزخر بالطاقات والكفاءات البشرية في كافة المجالات كما حباها الله بخيرات طبيعية البحر والغابات والموارد المائية والاراضي الخصبة رغم ما تزخر به مولاي جندوبة من يعن لم تلقى حظها في التنمية تيلة العقود الماضية وتعرض مواطنها للتهميش والاقصاء ونهبت خيراتها اخواتي اخواني تقف اليوم جندوبة شامخة بماضيها وحاضرها وتتطلع لمستقبل زاهر فخورة باسهامات ونظالات ابنائها لكن جندوبة مصر الآن وفي ذات الوقت على اخذ حظها في التنمية الشاملة مثلها مثل بقية الجهات ان مواطني جندوبة لا يطلبون منة من احد ولا يريدون ان تتحول الجهة الى عبء على المجموعة الوطنية انهم يطالبون بالحق في التنمية الذي كفلته الاديان والمواثيق الدولية وماد العدل والانصاف كما يكفله الانتماء الى هذا الوطن الحبيب اخواني اخواتي نعيدكم ونتعاهد الوكم نحن ابناء حزب التكتل باننا مثل ما كنا في طليعة المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان تلت السنوات المنقذية سنواصل النضال دفاعا عن قضاياكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل حياة كريمة من اجل مستقبل افضل لابنائكم وفقنا الله لما نصب اليه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة